نتحول إلى قمة في روما وبحضور دولي وإقليمي واسع انطلق مؤتمر روما للهجرة والتنمية حيث أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إطلاق مبادرة بين أوروبا ودول حوض المتوسط بشأن الهجرة غير الشرعية وأشارت ميلوني بأن هذه المبادرة تندرج ضمن ما يعرف باسم مصار روما والذي سيتضمن المزيد من المباحثات في هذا الصدد نعلن اليوم عن مبادرة فريدة للحوار بين أوروبا ودول البحر المتوسط ودول المغرب وإفريقيا والساحل والشرق الأوسط بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية أؤمن بضرورة إرساء هذه المبادرة وستعتبر المبادرة نقطة انطلاق لما سنسميه مسار روما من أجل الحوار بيننا جميعا للحد من هذه الظاهرة ننتقل إلى شبكة مرسلين من روما عماد الأطرش من الرباط عزيز فتحي من القاهرة أحمد مهران من بيروت دارين الحلوة ومن الجزائر ناهد زرواطي أبدأ من روما حيث تعقد هذه القمة أبدأ معك إذن في روما مع عماد الأطرش عماد يا تورا ما المتوقع بعد نهاية هذا المؤتمر ما حجم أو مستوى التوافق الذي يمكن أن تصل إليه روما مع الدول الشريكة نعم فضيلة في الواقع هكذا قمم عادة تكون تكليل يعني عندما يصل المشاركون إليها تكون هناك اتفاقات مسبقة بطبيعة الحال ما ذكرته في الخبر هو أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أعلنت انطلاق ما بات يعرف هنا بمسار روما وفي هذا المسار أعلنت أيضا عن تأسيس الصندوق لدعم مشاريع التنمية في الدول المتأثرة بالهجرة وهي دول العبور أو حتى دول الانطلاق بطبيعة الحال لمساعدة تلك الدول وسكانها على منع الهجرة تحدثت وانتقدت أيضا موقف الاتحاد الأوروبي السابق أو بعد الدول الأوروبية التي كانت تنظر فقط إلى مصالحها في حوارها مع دول شمال إفريقيا والدول الجنوبية لحوضة المتوسط قالت بأنه يجب أن يكون الحوار بين أوروبا وتلك الدول هو حوار مصالح لأن هذه المصالح تلتقي في مكان ما لذلك يجب على أوروبا والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي أن تعمل على مساعدة تلك الدول خاصة في المشاريع التنموية إذن انطلاق مصار روما الذي يتضمن بطبيعة الحال كخطوة أولى إنشاء هذا الصندوق قبل قليل تم الإعلان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في هذا الصندوق لدعم وتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول طبعا تعلمين بأن رئيس دولة الإمارات يشارك بهذه القمة بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والقادة والزعماء لأكثر من 20 دولة بالإضافة إلى مؤسسات دولية خاصة صندوق النقد الدولي عزيز فتحي في الرباط حدثنا عن الدور المغربي في مسار روما فضيلة بالنسبة للمغرب لا يهم إن عقد هذا المؤتمر في روما أو في باريس أو في مدريد أو في غيرها لكن المهم بالنسبة إليه هو الامتثال لروح المؤتمر الدولي للهجرة والمثاق مراكش الذي نص على المسؤولية المشتركة وعلى التضامن وعلى الالتزام المسؤول وباحترام حقوق الإنسان في تدبير هذا الملف وبالنظر إلى الهجرة ليس فقط من المنظار الأمني ولكن أيضا من مناظر الحقوق الإنسان والتنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي المغرب كان قد فضيلة قد تبنى استراتيجية وطنية للتدبيع للهجرة واللجوء ويقول من خلال مشاركته في هذا المؤتمر التي كانت بمشاركة وزير خارجية المغرب ناصر بوريطا يقول بأنه ينسجم مع مصار روما وتنسجم رؤيته كذلك مع ميثاق الهجرة الدولي من خلال التبني مقاربة شمولية تدمج هؤلاء المهاجرين وتمكنهم من بطائق الإقامة لتسهيل إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي هنا في المغرب حوالي 50 ألف مهاجر ولاجئ أصبحوا شرعيين وأصبحت لهم تمثيلية كذلك نقابية في عدد من المنظمات نقابية مثل المنظمة الديمقراطية للشغل ماذا عن القاهرة أحمد مهران؟ في الواقع فضيلة المشاركة المصرية في مؤتمر روما مصر بالطبع تنخرط في هذا المؤتمر بقوة انطلاقا مما يشكله هذا الملف من صداع في رأس الحكومة المصرية مصر كما تعلمين تعد نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون ويتدفقون من دول جنوب الصحراء إضافة إلى أن هناك العديد من المحافظات المصرية تصنف بأنها الأعلى تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين هناك 11 محافظة بحسب دراسات بحثية هي الأعلى تصديرا للمهاجرين بالإضافة إلى ثلاث محافظات أخرى هي نقاط الانطلاق في قوارب الهجرة غير الشرعية بالطبع هذه القوارب ربما حملت الموت للكثيرين من الشباب المصري ومن جنسيات أخرى إضافة إلى أن هناك على أرض مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ شريحة كبيرة من هؤلاء اللاجئين قد يعتبرون مشاريع مهاجرين غير شرعيين في المستقبل إن سنحت لهم الفرصة وبالتالي مصر تتعامل بقدر كبير من الأهمية في هذا المؤتمر مصر تركز ككثير من الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر خاصة دول الشمان الإفريقي تركز على ضرورة القيام بمشروعات تنموية ومشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم هذه المشروعات خاصة المشروعات كثيفة العمالة التي من شأنها أن تستوعب شريحة كبيرة من قوة العمل ومن ثم يؤدي ذلك إلى بطبع الحد من الهجرة غير الشرعية في لبنان أيضا دارين الحلوي تنقل لنا وجهة نظر الحكومة اللبنانية في هذا التعاون الإيطالي المتوسطي فضيلة للتوصلنا البيان الذي حمل كلمة رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاطي الذي كرر أو أعلن عن أن لبنان لديه خيبة أمل من القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بإبقاء اللاجئين في لبنان طبعا كان واضحا بأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين المرتبطة بلبنان حصرها ميقاطي باللاجئين السوريين ولم يتحدث عن عشرات ومئات اللاجئين غير الشرعيين من اللبنانيين الذين يهربون من الفقر المضقع الذي يعيشون تحت وطأته طالب المجتمع الدولي بوضع خطة لإنهاء وضع اللاجئين وقال إن لبنان يتحمل ما يفوق طاقته على تحمله منذ نحو 12 عاما وطبعا حذر الدول المعنية بملف اللجوء من أنها في حال كانت تخشى من كلفة هذا اللجوء فهو أشار إلى أنها أو دعاهم لانتظار أن يتبين أو لظهور جيل ضائع يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشبان الذين يتحملون الأثار المدمرة للحروب والصراعات واستراتيجيات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السوي والبطالة المتفشية وهو قال لا يستطيع لبنان ولا يجب أن يتحمل عبء أزمة اللاجئين لوحده طبعا هذه كانت جزء من المناشلة التي أطلقها ميقاتي في هذا المؤتمر ولكن أعتقد أن الموضوع في لبنان أكثر تعقيدة ننتقل إلى ناهد زرواطي في الجزائر ناهد ما مدى اهتمام والتزام الجزائر بمثار روما الجديد فضيلة نعم ربما حتى لا تصدم الجزائر كما صدمت لبنان كما قالتها الزميلة دارين الحلوي عن طريقة تعليمات التي أخذتها من الاتحاد الأوروبي ربما الجزائر من بين الدول التي ربما لا تتعاون كثيرا في هذا المجال توطين المهاجرين لهذا لا تقبل مساعدات حسب خبراء مالية من قبل اتحاد الأوروبي حتى لا تواجه هذه التعليمات الخاصة بتوطين المهاجرين للجزائر التي تأخذ على عاتقها آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يأتونها من حدودها البرية لا ننسى فضيل أنه فقط مالي 1400 كيلو متر بينها وبين مالي لا ننسى نيجر لا ننسى مثلة نيجر بوركي نفاص ومالي اليوم فضيلة نتحدث عن التنمية ولكن ننسى ملف الإرهاب لأن إفريقيا حسب خبراء تعاني داعش التي تمددت هناك وقد تعلن عن إمارة بين الفينة والأخرى إذن الموضوع بالنسبة للجزائر وموضوع أمني تنموي لا يمكن تحقيق التنمية التي تنادي بها روما ومصارها اليوم دون الحديث عن العائق والمشكل الإرهابي أو مشكل الإرهاب الذي يتوغل ويتمدد اليوم في السحل الإفريقي والذي يمتد عبر هؤلاء المهاجرين نحو دول شمال إفريقيا ومن بينها الجزائر الجزائر لديها اتفاقيات أي نعم مع هذه الدول ولكن لا يمكنها حسب خبراء أيضا أن ترسل أو تعيد هؤلاء المهاجرين الأفارقة خاصة بالنسبة للأوضاع الأمنية غير مستقرة والسياسية لإنقلابات المصار الانتقالي لبعض الدول المجاورة لها فهي اليوم تأخذ على عاتقها آلاف المهاجرين سنة 2021 فقط أعلنت المصالح الأمنية عن توقيف 21 ألف أو 10 ألف عفوا أقول أكثر من 10 ألف مهاجر إفريقي هنا في الجزائر فأعتقد أن الجزائر من أكبر المتضررين كدول شمال إفريقيا بما يحدث في منطقة الساحل وبهجرة الأفارقة نحو الجزائر ومنها نحو المتوسط والشمال الأوروبي شكرا لشبكة مرسلي سكاي نيوز عربية شكرا لكم